بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سورة كاملة في القرآن عندنا تسمى بسورة مريم رضي الله عنها لا يوجد في القرآن سورة باسم امرأة إلا مريم رضي الله عنها نعم مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام هذا حتى نبين للناس أننا نحب عيسى عليه الصلاة والسلام ونحب أم عيسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها ونتوسط فيهم نعم قبل أن نقرأ القرآن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ندعو الله أن يجنبنا الشيطان حتى نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني أفتتح القراءة ببسم الله مستعينا بالله نعم أقرأ ببسم الله كافها يا عين صاد هذه الحروف المقطعة الله سبحانه وتعالى جعلها منها يتكلم البشر يتكلم كفار مكة الذين هم أفصح الناس وما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا فيه ذكر العبد الصالح والنبي زكريا عليه الصلاة والسلام سنذكر لكم شيئا من قصة هذا النبي الصالح عليه الصلاة والسلام تعبد لله فرفعه الله سبحانه وتعالى ماذا صنع إذ نادى ربه نداء خفيا يعني دعى الله سبحانه وتعالى دعاء بإخلاص دور رفع صوت دعى الله سبحانه وتعالى ماذا قال بماذا دعى قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن الله سبحانه وتعالى استجاب له في الماضي استجاب له الدعاء وقال يا رب لم تضيعني يوما من الأيام استجبت بدعائي من قبل استجب لي الآن ليست القوة كما كانت في الشباب وظهر أثر الشيب علي نعم فقدم بين يد الدعاء أشياء كانت سببا في دعائه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا طلب من الله سبحانه وتعالى ما السبب يريد أن هذا يقوم على رعاية بيت المقدس ويقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ما أراد الولد من أجل الولد أراد الولد من أجل خدمة هذا الدين يرثني ويرث من آن يعقوب واجعله رب رطيا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يورثون لكن هو أراد أن هذا الولد يرث زكريا في النبوة ليس في المال واجعله رب رضيا يعني يا رب ارضى عنه إذا كان رضا الله سبحانه وتعالى على العبد يرضى عنه الناس كذلك يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى فبشره الله سبحانه وتعالى بولد لكن هذا الولد له يعني أمور مختصة به نعم اسمه يحيا لم يسمى بهذا الاسم أحد قبل يحيا عليه الصلاة والسلام هذا قول أو أنه لا مسامي لا مكافئ لا مثيل له من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلا من فضلهم الله سبحانه وتعالى على يحيا عليه الصلاة والسلام كعيسى عليه الصلاة والسلام لكن عندما دعا لم يتنبه ولم يخطر على باله أن الزوجة عقيم لا تلد وأنه كبير في السن فانتبه بعد أن جاءت البشارة انتبه لهذا كيف يأتي الولد من مرأة عقيم وأب كبير قال رب أنى يكونني غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا كيف يكون هذا إذا قضى الله قضاء لا يرد قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا هذا أمر يصير على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى في سياق قصة عيسى عليه الصلاة والسلام قدم قصة زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام حتى تعلم قدرة الله سبحانه وتعالى نعم قال رب جعلني آية أراد من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له علامة على وجود الحمل ما هي العلامة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يعني هو صحيح معافى لكن لا يستطيع يتكلم هذه الآية قال ثلاثة أيام أنت معافى وصحيح ولا تستطيع أن تتكلم إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى نعم السبب موجود صحيح معافى لكن لا يستطيع الكلام وقد يكون رجل صحيح ومرأة صحيحة ولا يأتي الولد ومرأة عقيم ورجل كبير يقدر الله سبحانه وتعالى وجود الولد هذه الآية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا المحراب هو المكان الذي ينقطع فيه الناس للعبادة غرفة ينقطع فيها مثل مصلى البيت ومسجد البيت مكان ينقطع فيه قال فخرج عليهم إذ تسوروا المحراب ليس هذا المحراب الذي تراه الآن في المساجد هي غرفة ينقطع فيها الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسبحوا الله ينزهوا الله يحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي تتوالى عليهم نعمة بعد أخرى نبي بعد نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أمر الله سبحانه وتعالى يحيى عليه الصلاة والسلام بأوامر يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وعلى أبيه وعلى قومه بأنه أوحى إليه واختاره نبيا قبل بلوغ الأربعين نعم وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكِتَابَ بِقُوَّةَ حتى يقوم مقام زكريا عليه الصلاة والسلام وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَّا هذا فيه ثناء من الله سبحانه وتعالى على يحيى عليه الصلاة والسلام وكذلك فيه رحمة الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله سبحانه وتعالى لأنبيائه منهم زكريا عليه السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيَّا وهذا يحيى عليه السلام الله سبحانه وتعالى جعله بارًّا بوالديه ولم يجعله متكبراً مترفعاً على العباد على الخلق لأنه سيتولى خدمة هؤلاء والدعوة إلى الله والنبوة والرسالة وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيَّا نعم سلمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الذنوب والمعاصي والشركيات سواء في الحياة أو عند الممات وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذٍ تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا واذكر يا نبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب في هذا القرآن قصة المرأة الصالحة التي برأها الله سبحانه وتعالى واختصها بأن تكون أماً لنبي بل هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مريم رضي الله عنها وأرضاها ماذا صنعت؟ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا ابتعدت عن الناس حتى تنقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى أرسل الله الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام في صولة بشر من أجمل ما خلق الله اكتملت أمور تدعو إلى المنكر إلى الفاحشة رجل لا تعرفه ليس من قومه شاب جميل وهي جميلة صغيرة في السن لا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى ماذا صنعت قدمت خوفها من الله سبحانه وتعالى على الشهوة على شهوتها فأعطاها الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركت لم يخطر على بالها أن تكون هي يوما من الأيام أما لنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا قالت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا عندما رأت هذا الملك في هذه الصورة خافت وذكرته بالله قالت إن كنت ذا تقوى ابتعد عني لا تقرب مني واستعاذت بالله سبحانه وتعالى الآن هنا اتضح الأمر عندما قدمت رضا الله سبحانه وتعالى على ما تشتهي أعطاها الله سبحانه وتعالى ماذا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى ملك من الملائكة عليهم السلام أرسل الله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطيها غلاما غلاما له أوصاف فيه زكاة فيه نقاء لا ذنوب لا معاصي سلمه الله سبحانه وتعالى نعم كما حدث مع زكريا عليه السلام حدث مع مريم رضي الله عنها قالت كيف كيف يأتي هذا الولد وهي ليس لها زوج قالت أنا يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا هذه الأسباب التي يكون بها الولد قالت أنها ليست ذات زوج ولا تأتي بالفاحشة نعم لأن الله سبحانه وتعالى سلمها من هذا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قضى الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يكون له آية أنه يخلق بلا أب وكما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بلا أب ولا أم من باب أولى أن يخلق عيسى بلا أب عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى في سياق إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بلا أب ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليه الصلاة والسلام فحملته فانتبدت به مكانا قصيا حملت أمر كتبه الله سبحانه وتعالى ثم ابتعدت عن قوم حتى لا يروها عندما يعني ظهر أثر الحمل عليها فأجاء أهل مخاط إلى جدع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا جاءها الولادة وجاءتها يعني آلام الولادة وكانت عند نخلة دعت وفكرت أنها لو كانت لم توجد كان أفضل لها لأنها بدأت تفكر الآن أن الولد هذا إذا جاء سيتكلم الناس عليها وعلى ابنها نعم لكنها لا تدري أن كل الخير كان في هذا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نداها سمعت صوت الملك فناداها من تحتها ألا تخافي الخوف على المستقبل والحزن على الماضي نعم في ألم الولادة هي ليس عندها من يساعدها ليس عندها طعام ولا شراب رزقها الله سبحانه وتعالى بالشراب والطعام وأعلى من هذا أن هذا الولد الذي سيكون من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا هذا الأخذ بالأسباب أنها لا بد أن تأخذ بالأسباب تهز ينزل عليها الرطب تأكل وتشرب نعم فكلي واشربي وقري عينا وقري عينا تقر عينها يتوقف عنها الدمع لا تبكي وعندما ترى هذا الولد تفرح بهذه الرؤية نعم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أمرها الله سبحانه وتعالى أنها إذا رأت أحدا من الناس لا تتكلم لماذا لا تدافع عن نفسها لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى هذا الدفاع عنها جعل الله سبحانه وتعالى أدل كثيرة على صدق مريم رضي الله عنها فأتت به قومها تحمله قبل قليل كانت خائفة تتمنى أن تموت تتمنى أن لا تكون موجودة على وجه الأرض الآن عندما جاءتها البشارة من الله سبحانه وتعالى أتت تحمل عيسى عليه الصلاة والسلام هذا الآن ظهور الأدلة أدلت براءة مريم رضي الله عنها أتت به قومها تحمله لو كانت فعلت أمرا لا يليق لم تأتي به بهذه الطريقة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أنكروا عليها